كل أب وكل أم فيكم أوعى يفتكر أن مسؤولية التربية أن أنا أكلهم وشربهم أو أعلمهم. آه، هذه كل الناس تعمل. لا يجب أن أكل ابني وأكل بنتي. مسؤولية التربية مسؤولية واسعة. الذين يرعونهم ثبتهم. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ محبة المسيح واحد مسك فيها كده. لكننا في جميعها يعظوا منتصارنا بالذي أحبنا. عبارة الصلة اللي إحنا بنتأمل فيها، فيها معنى جميل قوي. خد بالك كده، الذين يرعونهم ثبتهم. الذين يرعونهم ده فعل الراعي. اللي بيعملوا الراعي أو المدرس أو الأب والأم في البيت. سبتهم ده عمل النعمة بتاع الله. يعني التلات كلمات دول فيهم مشاركة ما بين جهد الإنسان وجهد وعمل ونعمة الله. الاتنين. يعني أنت يا بابا ويا ماما بتربوا جوا البيت. بتربي ابنك واخد بالك منه. ده نبتة. بتربي بنتك واخد بالك منها جدا. عندنا أغلى من كده بنتنا وابننا. وكان طفل صغير وعمال يكبر قدامنا وعمالة تكبر قدامنا. ونجح في الإعدادية ووصل لسنوية. ودخل الجامعة وعمال يكبر قدام عينينا. وانت يا أب وانت يا أم واخدين بلكم جدا. الذين يرعونهم ولدكم وبناتكم. سبتهم. طب هنسبتهم إزاي يا رب؟ قال سبتهم بالنعمة. بالنعمة. يا بخت الأب والأم اللي بيدي فرصة لنعمة الله إنها تشترك في تربية ولدهم وبناتهم. يا بخت الخادم اللي بيخدم الفصل بتاعه إن كان صغيرين والأكبار. والذين يرعونهم سبتهم بيدي فرصة للنعمة. عشان كده أنت مسؤول عن ابنك وبنتك إنه يعيش ويتمتع بالوصية. بعلقته بالإنجيل. بالكنيسة. بالأسرار. بالمحبة. ده لازم أعلمه لولدنا. من أسبوعين كده شفت أم عندها ولد وبنت صغيرين. كويس. وقالت أنا عايزة أخد خلوة. فأنا فتكرتها رايحة أخد خلوة لوحدة. هي شابة. لقيتها جايبة الولد والبنت الصغيرين دولوا إياها. وبابا زوجها يعني كان مشغول في الشغل مش قادر ياخد أجازة. وبعدين قلت دي هتاخد خلوة إزاي هي وعيالها. ده عيالها صغيرين أو أربع سنين وست سنين أو سبع سنين. فجئت إنها واخدهم في الكنيسة. وقعدوا إياهم على الأرض. وعمالها جايبا لهم كتاب من كتب التلوين الجميلة دي اللي فيها آيات. تعلمهم الآية ويحفظوها. وجايبا لهم شوية ألوان ويلونوا الصورة بحسب سنهم. وبعدين تقولهم يلا نحفظ حاجة. فتبتيتي تعلمهم شوية أبنا اللذي فنشكر بعض الألحان الصغيرة. ولقيتها قعدة بالساعات الطويلة. جوا الكنيسة بمنتهى السعادة. وهي وأولادها وبناتها. الولد والبن. تربيهم. واختبالها منهم. يريد كل أب وكل أم يعمل كده. بدل ما الولد أو البنت ينشغل بأي حاجة أو أحمل بتاع الصغير اللي في قدينا ده. أو ينشغل بتليفيجين أو غير تليفيجين. لا. ده بتعلن. ثلاثة أيام واخدها خلوة أتاري الخلوة مش عشانها أتاري الخلوة عشان عيالها الصغيرين. تفتكروا اللي أولادهم لما يكبروا هينسوا حاجة؟ تفتكروا لما يكبروا هيبقوا يطلعوا إيه؟ سبتين. والذين هرعونهم سبتهم. كل أب وكل أم فيكم أوعى يفتكر أن مسؤولية التربية أن أنا أكلهم وشربهم. أو أعلمهم. آه دي كل الناس بتعمل. ما لازم أكل إبني وأكل بنتي. مسؤولية التربية مسؤولية واسعة. الذين هرعونهم سبتهم. ويعجبني أولا ما يبقى راجل كبير أو ستة كبيرة. أقول لك أبوي علمني وأنا صغير أعمل كذا. مرة من المرات قابلت شابة. يعني متخرجة من الجامعة. بتقول لي أنت عارف أنا تعلمت المطنيات إزاي؟ المطنيات اللي هي السجدات للأرض. قلت لي وأنا صغيرة عمري أربع سنين خمس سنين كانت ماما في البيت بتقدم مطنيات العبادة. سجدات للأرض. فأنا كنت فكراها إنها لما ماما بتوطي كده وتسجد على الأرض إنها بتدور على حاجة تحت الدولاب. أنا صغيرة أخش أجبها في الطبطب عليها وما تردش عليها. لما كبرت فهمت إن دي مطنيات عبادة ملازمة لفترات الصوم. تعلمت بالقدوة. ما فيش درس كده ومسكنا ابننا وضربناه وأنه لازم تقدم مطنيات ولازم تروح الكنيسة ولازم تلبس شماس. القدوة. القدوة. القدوة.